اليوم كان هناك اجتماع للحكومة ترأسه ندير العرباوي خصصا لتوجيهات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد المجيد تبول للوقوف على الإجراءات المتخدة من قبل القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق واستقرار الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين حسب بيان للوزارة الأولى الحكومة تدرست المقترحات الخاصة بتحسين وترشيد الخدمات الجامعية إقامة الطلبة أيضا كان هناك تركيز على موضوع تسريع وتوسيع وطيرة عملية التركيب المجاني لكاشفات أحادي أكسيد الكربون لتشمل كافة المنازل للوقاية من الحوادث المنزلية التي تتسبب في الكثير من الأحيان في العديد من الوفيات وأيضا الوقاية من انتشار مرض الحمى القولعية بالعودة إلى الموضوع الأول هو التوفير المواد الأساسية في الأسواق وزارة الفلاحة والتنمية الرفية أصدرت نشرية يومية لأسعار المواد الفلاحية الموجهة للمهنيين والمستهلكين تشمل هذه النشرية مثل ما نتابع على الشاشة أسعار 20 منتجا فلاحيا في السوق راكوا تشوفوا البطاطا شعال الدير الطماطم البصل الجيف الثوم الجيف الجزر اللفت القرنبيط الكرنب الفاصولي التفاح المحلي التمر البرتقال الكليمونتين الحد أدنى 140 دينار وحد أعلى 203 دينار المعدل يعني الوزارة تقترح حتى المعدل تقولك هاولة الحد الأدنى هاولة الحد الأعلى وهاولة المعدل أيضا بالنسبة للمنتجات ذات الأصل الحيواني معليش نحو العنوان باش يشوفوا المشاهدين الجدول زملائي من فضلكم يعطيكم الصحة فالمنتجات ذات الأصل الحيواني اللحم البقر المحلي الدجاج البيض مثلا البيض للوحدة 21 دينار أعلى 23 دينار المعدل 22 دينار يعني هذا هو السعر في الأسواق فهذه النشرية تقول هادي تعليوم 27 ديسمبر تقول وزارة الفلاحة راكوا تشوفوا الفوجة زوج وزارات وزارة الفلاحة والتنمية الرفية وزارة التجارة وترقية الصادرات تعرض أسعار البيع بالتجزئة المواد الفلاحية وسعة الاستهلاك حتى يعرف المواطن والرأي العام والمستهلكين الأسعار كيف هي في الأسواق وحتى أيضا يتم فتح المضاربين بالأسعار والمتلاعبين بالأسعار وغيرهم من البائعين فهذا البيع بالتجزئة هذا هو السعر كما تقدمه الحكومة سوف نناقش هذه النقطة وهل يمكن فعلا أن تساهم في الرقابة على الأسعار وضمان استقرارها مع ضيفي عبر الهاتف الدكتور مصطفى زبدي اللي هو رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلكة وإرشاده دكتور مصطفى مرحبا بيك مساء الخير أهلا بيك طيب خطوة مثل هذه هل كيف تعلقون عليها في منظمة المستهلك هل ترى بأن المشكلة هي الجهل بالأسعار وعدم معرفتها وبالتالي نشرها علانية يمكن أن يساهم في استقرارها برأيك نحن نرى أن هذا الإجراء يدخل في إطار إعلام المستهلك الآن الحديث عن معدل أفعار المنتوجات وطنية هو إعلام للمستهلك والحديث عن ما هو أدنى سعر في السوق لمنتوج معين وما هو أقصى أيضا في إطار إعلام المستهلك الجديد هو أنه الآن هناك وزارتان هي وزارة الفلاحة ووزارة التجارة التي تعمل بهذه النشرية الإخبارية لأنه لا يخفى عليكم أن وزارة الفلاحة منذ مضحة أسابيع بدأت العمل بهذه النشرية وكانت يعني تضعها على صفحتها الرسمية الآن هناك وزارتان بما أنه المراقب للأسعار ميدانيا وبصريح العبارة هو المنقب التجارة والآن هناك أعتقد تضافر للفهود لأجل أن يعلم المستهلك الدزائري بما هو يعني واقع السوق من شرقه غربي شماله إلى جنوبه بطريقة شفافة هذا ممكن ممكن مستقبلا أن يقضي على القيل والقال بخصوص الأسعار ومن يريد أن نعم أستاذ مصطفى السؤال هل كان لا يعلم هذا المستهلك المستهلك يعلم ما بقربه وقال الآن أخي قادة أنا كنت نروح نجري عند الغفاف أعلم الأسعار كمواطن بسيط بما أراه أمامي أما الآن تكون هناك معدل وطني هذا شيء جيد حتى من يريد المزايدة إما من خلال إعطاء أرقام مغلوطة أو أيضا ممن يريد أن يزيد في هذا العمر هي أيضا ممكن أن تكون عامل أو أداة من أدوات العمل بها من خلال جهاز اليقظة والذي يمكن يعني هذه النشرية الإخبارية أن تساعد أيضا في معرفة ارتفاع أو يعني في منحة تصاعد لمنتوج معين إذا كان رح يرتفع في الصوق ولا إذا كان فيه اختلالا ربما في بعض المناطق هذه النشرية الإخبارية ستحرج بعض من يضع أسعارا زائدة وأسعارا مبالغ فيها شكرا شكرا